بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه متابعي قناة شهوة بلادي بدونجلوتين سانجلوتن ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية اليوم جيت ان شاء الله نشارك معكم هاد الشيء بوشيار خفيف ورائع بزاف خصوصا اننا مدخلين فيه تلات الأنواع جاد طحين طحين الروز وطحين الدراو وطحين إيلان وان شاء الله نفعكم في صحتكم وفي حتى زرعت الكتان شوفوا كيفاش يجي رطب 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 البنات كل ريشة وانتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو من الأول تلآخر ونبدو الوصفة دينا على بركة الله وقبل ما نبدو نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تحت شعار لالي الحرمان مع ايمان جميع الوصفات ان شاء الله هاد يتقاب تاكلوها يعني بدونجلوتين أي حاجة تشهيتوها خليوها ليفليكم مونتر وان شاء الله ندير مفوسعي باش نحضرها لكم بدونجلوتين نبدو ان شاء الله هنديرو كاس ديال تحين درا هاد نغربلوها مزيان كنعفوه الدرا ضروري وخاك انكونوا تحنينها في الدرا كتبقى فيها وحشو ديا سميدة كنغربلوها باش كيبقاها كالخبز درطب وان شاء الله ندير زلافة ديال او كاس عفوان ديال تحين در روز سهو نغربله وكاس ديال تحين ايلان لما عندوش تحين ايلان يكتفي غب تحين ديال الروز وطحين ديال الدرا مش ضروري ولكن هنعرفو الفوائد الكتيرة ديال تحين ديال ايلان باش ملقيتو تناول هاد الانواع ديال تحين اه مل احسن اه طبيعيا ماشي في حال المواد المصنعة او التحين المصنع فاحنا كنديرو منوغي واحدة كيمية قليلة باش كهكده تيجينا الخبز زوين وكيحسن لنا الجودة ديال ذاك الخبز سوف ندير هنا جوجة الكيسان ديال الطحين شار ميكس الخاص بالخبز الاخضر واللي بغا يجيه ارتب كتر يعني يبقى معي مدة اطول فقد ديرو ثلاثة ديال الكيسان انا حيث غن تناولو في نفس النهار يعني ما ديش نحتفظ به فقدر صغير الجوج سوف نديرو الملحة الكافية ديالنا وهنا عندي ملقة صغيرة ديال قشور البسيليوم تهو بودور قاتونة رها معروفة ومعروف في الفوائد ديالها كنستعملو في الخبز كمحسن للخبز وكتعطينا الرطوبية والهاشاشة لذك الخبز وكيبقى مدة طويلة ارتب سنديرو اللوحة شوية ديال الماء ونخليوها كده جانبا حتى كتطلق مزيان طلقنا ذاك الجيل ديالها وعد نديروها وهنا عندي حبوب او زرعة الكتان انا كندخل زرعة الكتان بزاف لانها غنية بالأوميغا تخوة وحنا محتاجين لذك الأوميغا تخوة بزاف التغذية ديالنا باش ما دخلنا هاد الحبوب كيكون احسن ندرت خميرة فورية معلقة كبيرة وغندير صاشي ديال خميرة وزنة 100 جرام وغادي نديروها معلقة صغيرة ديال الخل هكده باش يتفاعل لنا هاداك الخميرة وفي نفس الوقت كنستعملو الخل كمحسن ايضا للخبز سوف نبدأ نعجي ان شاء الله كيف ما غتشوفوا هاد طريقة هادي زوينة بزاف تبعوا المراحل هم اللي اساس ماشي الوصفات اخذوا الوصفة غيم صندوق الوصف سوف نديروها وما ينجحش لكم راه النصائح ديال اللي كان اعطاوه في الفيديو هم الاساس سوف يبدو نعجنودها ان شاء الله بالمدافي احتى نعجنودك العجينة ديالنا بزيان وغادي نخليوها شوية مرخوفة ماشي بزاف ونخليوها تخمر للمرة الاولى ونعاودوا رجعو تاني نعاودوا نعجنوها المرة التانية بالما نعاودوا نخففوها اكتر ونخليوها تخمر للمرة التانية مايما غتشوفوا كل شيء بمراحل ان شاء الله هنا راني كنحاول نعجنها العجينة صنغلوترة ماكتدلكش من طبيعة الحرحة غاي كنجمعوها وصافي لانا ماديش نحساج وندلكوها مافيها مافيها تلك المادة الغليوتين اللي كتطلق الخوبز ومراكم معارفين فقط كنجمعوها ونخليوها ترتاح صافي هنا كندخل فيها الكيمية الكافية ديال الماء تخليوها بهذا القاوام هذا صافي ونغطيوها بالفيلم اليمونتر ونغطيوها كده بواحد السربيط ونخليوها حتى تتخبر لنا المرة الاولى ونضيف لها دبا شوية الماء ربدة تتخمر نضيف لها ثاني وحد ربع كاس ديال الماء ونخليوها تكون جارية شوية القاوام ديال يكون جاري للمرة الاولى سوف نغطيوها ندخل في ذاك الممزية نغطيوها ببابي سولوفان أو لفيلم اليمونتر ونخليوها تتخمر للمرة الثانية علش كندوروها تتخمر للمرة الثانية سوف يخبر للمرة الثانية ثم اخمر المرة الثانية شوفوا كيف يرجع القوام دياله هنا ركي يكون خفيف بزاف فانتو ما غادي تدهنو الصحن اللي غادي تحطوه فيه غادي تدهنو يديكو مزيان بالزيت هتبقوا بتهزوها كده واحد الكيمية ديال يعني ذاك القياس اللي بغيتو تديرو سواء كانو صغارو بلاكبار غادي تدهنو هتبقوا تحطوهم فتك التبصيل وهنا غادي تكونو تتخنو المقلة ديالكم هتبقوا تطيبوهم مباشرة غير غادي نقرسوهم دعبة وغادي نبدو نطيبوهم بالنسبة للتقراص فغادي نستعملوا واحد كويسان باش يجيكم ساهل فيه غادي تقرسوه وبيه غادي تهزو باش طيبوه انتو ما تشوفوا معي المراحل را كل شي سهلتو عليكم اللي بنت تتبعوا غير المراحل وتتبعوا لنصائح وان شاء الله ينجح لكم ويجيكم واعر تقود ديروه الفطور او القوتي الكاسكرود بس صيف جاي وما تحرموه متاشي حاجة كل شي ان شاء الله غادي تاكلوه بيدون غلوتين وضيعين على الرجيم دينا الحمدولي الله راه فيه بزاف ديال شا نقول لك بزاف الحكم في هاد الشي هذا احنا ما كنا عارفوش ولك الله تعالى هو اللي كيعرف وكيختار لنا غال حاجة اللي في هال المصلحة لنا صافي غادي نقرسو كيف ماشتو الخبيزة دينا وفي نفس الوقت غادي نهزوهم مباشرة بهاد البابيكويسان ونطيبوهم هادي تشوفوا معي الطريقة ساهلة غادي نقرسوها خلي واحد شوية عندما تسخن المقلة سوف نطيبوها مباشرة داب المقلة دينا سخنات شوفوا كنهزوها بكل سهولة وكن نرشو المقلة دينا بشوية ديالزيت سوف يكون نحطو فيها هادك البوشيار وكان نبدو نطيبو الزيت تكون واحد شوية غاية شوية كنرشو المقلة ماشي بزاف سوف يكون خلي واغيت بدك تبالينا هكدا ونقلبوها ونستمرو على نفس الكيفية حتى نطيبو كالبوشيار ديالنا كامل سوف يأتي بنين البنات وصحي وزوين بزاف سوف نعود معكم واحدة في هاد الاثناء نطيبوه في نص الوقت نقرسوه هادك الثانية باش هكدا ما نضيعوه في الوقت وفي نص الوقت يخمرو لنا واحد شوية يعودو يخمرو لنا شوية بعد ما نقرسوه هم يعني كنقرسوه هم دابه هنية فهد البابي كوي الصن وحده را كتكون كالطيب ما كتجي فين الطيب اللوله حتى كتخمرو لنا تاني هاد 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 اللي قرسنا دابه باش كي يجي هكدا لصمك ديرها يعني خامر وكتجيزوينه ومهوية من الداخل سوف نستمر تنكمل وكيف ما نشتول بالناظرة مادرنا فيها لسكار لعسل لشاشي حاجة وجد طباك الله اللويين مدهب وجزوين طباك الله ما شاء الله مصفه ناجحه اعتمدوها فهده في المطبخ ديالكم وكنتمنى ان شاء الله هنا لإعجابكم هاد الافيديو هادا وتستفدو من نصائح وما تنسوش تبارتجي الفيديو مع الناس الياكل اللي كيحتاجوها بحالة الفيديوهات هادو او هاد الوصفات باش يستفدو ان شاء الله وتعمل فائدة وصفي كيف ما شتون نستمر غدي نكمل الكمية كاملة اللي عندي وغدي ندوزول تقديم ديالو وشوفوا كيف يجيوا البنات رمهوين وطباك الله اللويين تيجي مدهب اني ما شاء الله وصفه نجحه وصحية والديدة وهنا راني كان وجد واحد البره ديالاتاي بالنعناع وهدا هو البوشيار ديالنا ديالوصفة اليوم غدي ندير لهم شوية زيت من الفوق زيت الزيتون اللي بغا يدير الزبدة مدوبة يديرها غدي ندير شوية العسل ايضا من الفوق وشوفوا كيفاش كي يجي مهوي من الداخل كنتمنى لوصفتنا لإعجابكم الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته